اهلا بكم من جديد انتهت المهلة التي حددتها رئاسة البرلمان المورتاني لاستقبال الترشح لعضوية محكمة العدل السامية بعد تقديم الفرق البرلمانية لمرشحيها دون ان يقدم حزب الاتحاد من اجل جمهورية وهو الحزب الحاكم مقترحه لعضوية المحكمة كان البرلمان المورتاني قد اعلن فتح باب الترشح امام النواب العضوية محكمة العدل السامية والمختصة بمحكمة الرئيس والوزير الاول والوزراء ينص القانون النظامي للمحكمة على ان ينتخب البرلمان تسعة قضاء من بين نوابه كما ينتخب كذلك تسعة اخرين خلفا لهم وسبق وان تأجل تشكيل محكمة العدل في دورات برلمانية سابقة بسبب المفاوضات والتي دخلت فيها الفرق البرلمانية لإقناع الحزب الحاكم بخفض تمثيل نسبته في تشكيلة المحكمة ضمانا لاشراك كل اطياف المعارضة الممثلة في البرلمان بعد جدل قانوني وبرلماني واسع آخيرا علنت الجمعية الوطنية فتح باب الترشح لعضوية محكمة العدل السامية المختصة بمحاكمة الرئيس والوزير الاول والوزراء في حال الاتهام بالخيارة العظمى وتقول الأغلبية الحاكمة إن المساعي لتشكيل هذه المحكمة يؤكد شفافية المرحلة واحترام الدستور ودولة القانون محكمة العدل السامية محكمة منشأة بناء على قانون نظامي منصوص دستوريا وبالتالي الإجراءات المؤخرة في سبيل العداد لتشكيل هذه المحكمة يعتبر إجراءات تنسجم مع روح الدستور وتلبي مطالب بدورة القانون وينص الدستور الموريتاني على انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية من البرلمان بعد كل تجديد عام فيما يأتي إعلان فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة بعد ثلاث سنوات من عمر المأمورية الجارية ويطالب معارضون بخفض تمثير نسبة الحزب الحاكم في تشكيلة المحكمة ضمانا لإشراك كل الطيف المعارض الممثل في البرلمان ما يضمن نزاهة وقيام هذه المحكمة بدورها هو ضمائر القضاة المشكلة لها صحيح أن التوافق السياسي يقتضي أن تكون كل فراق البرلمانية ممثلة بحسب نسبها في الجمعية الوطنية ذلك ما علينا أن نلحه ونطالب أن تكون كل فراق البرلمانية ممثلة في هذه الجمعية وتتزامن مساعي تشكيل محكمة العدل السامية مع وجود الرئيس السابق محمد العبد العزيز في السجن على خلفية اتهامه بالفساد ينص دستور 1991 على إنشاء محكمة العدل السامية لكنها ظلت معطلة من طرف الأظمة السابقة دون أسباب معلنة رغم ما يشكله ذلك من مخالفة صريحة لدستور البلاد محمد لاشي قناة الغد نوأك شوط وينضم إلينا من نوأك شوط الشيخ حمدي خبير الشؤون الدستورية والقانونية الشيخ حمدي الحديث هنا عن محكمة العدل السامية قبل أن نتحدث عن تأخر تقديم الحزب الحاكم لأسماء مرشحي لتشكيل المحكمة دعنا نتحدث أولا عن هيكل هذه المحكمة هي محكمة من أعضاء البرلمان هل هي بذلك محكمة قضائية أم سياسية شكرا أختي الكريمة تفضل الصوت أعتقد أن الصوت لا يصل بشكل جيد هل أعيد السؤال مرة أخرى؟ شكرا أختي الكريمة فيما يتعلق بمحكمة نعم نعم من الأفضل أن تعيده أحدث هنا عن هيكل محكمة العدل السامية هي تتشكل من أعضاء من البرلمان هل هي بذلك بهذا الهيكل؟ هل هي محكمة قضائية مستقلة أم أنها محكمة سياسية؟ شكرا أختي الكريمة هي محكمة استثنائية هي محكمة استثنائية لخاصية الاستثنائية تنبع من طبيعة المتهمين أمامها أو طبيعة من تقوم بمحاكمتهم يتعلق الأمر برئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة لذلك ولحساسية هذه المناصب وطبيعتها استحدثت محكمة العدل السامية من طرف المشرع الموريتاني كغيره من المشرعين في العالم وذلك من أجل آلية مناسبة تقوم بمحاكمة الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة عن الأفعال التي يقومون بها أثناء ممارسة أعمالهم طبعا في هذا الإطار ميز الدستور الموريتاني في المادة 90 فيما يتعلق بمسؤولية الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة حيد بالنسبة للرئيس ما يتعلق بالأفعال خارج نطاق الخيانة العظمى عن المسؤولية اعتبره غير مسؤول عن الأفعال التي لا تقع ضمن نطاق الخيانة العظمى ثم رتب المسؤولية الجنائية والجناحية بالنسبة للوزير الأول وأعضاء الحكومة في الفقرة الأخيرة من المادة 90 أنهم مسؤولون جنائيا عن الأعمال التي يقومون بها وخص محاكمتهم أمام محكمة العدل السامية عندما يتعلق الأمر بالتآمر على أمن الدولة الذي هو جزء من التحديد القانوني للخيانة العظمى طبقاً لمادة 61 من قانون العقوبات إذن هذا عن الهيكل والاختصاصات اختصاصات محكمة العدل السامية ابقى معنا سيد شيخ حمدي طب ابقى معنا أرحب فقط بضيف آخر انضم إلينا وهو سيد أحمد أبو المعالي الكاتب والمحلل السياسي سأعود إليك مجدداً شيخ حمدي ولكن سيد أحمد هنا الحديث عن هذه المحكمة بالنظر إلى اختصاصاتها بمحكمة رئيس الدولة الوزير الأول والوزراء هذا يبدو منطقياً أن يكون هناك جهة تحاكم أكبر شخصيات في الدولة ولكن ألا يخشى أن تستخدم لتصفية الحسابات السياسية شكراً جزيلاً بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما ذكر ضيفكم الكريم هذه المحكمة نص عليها الدستور الموريتاني الذي تم إنشاؤه سنة 1991 لم تفعل بطريقة ما عبر مسارها إلا أنه تم تعين رئيس لها وعضاء سنة 2008 بعد الانقلاب الذي قاده الرئيس السابق محمد العبد العزيز على الرئيس الأسبق سيد محمد الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى ولكن لم تقم بأي دور حينها ثم لما حصلت تغيير عن طريق تغيير الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لم يحدث أن تم انتخابهم من جديد وهذه المحكمة لا بد أن تنتخب لا بد أن يتم تعينها بعد كل انتخاب تشريعي لأن أعضاءها ينتقون من المجلس التشريعي كانوا سابقا أن ينتقون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الآن بعد إلغاء مجلس الشيوخ من سنة 2017 تم التعديل ليكون كل الأعضاء من الجمعية الوطنية تشترك فيها مختلف الأحزاب هي تشترك فيها المعارضة وتشترك فيها الأغلبية يعني هي من تسعة نواب هناك ستة من الحزب الاتحادة الجمهورية وهو الحزب الحاكم وحزب ونائب عن طريق فريق تواصل ونائب للفرق الأغلبية فيما تعلق بهذه الجزئية مسألة محكمة السياسيين نعم استغلالها سياسيا هذا الأمر لأن هناك بعض الإشارات إلى أنه تم تفعلها مؤخرا من أجل محكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز هو التفعيل هو الطبيعي يعني القاعدة هو أن تفعل هذه المحكمة في أي وقت أما عدم التفعيل فهو الاستثناء لأن الدستور نص عليها وتفعيلها في هذا الوقت لا يعني بالضرورة أن تكون موجهة لهذا الرئيس أو لذاك تم تفعيلها قبل ذلك ولكن تم تعين أعضائها ولكن لم تقوم بأي عمل الآن نرجو أن تقوم بعملها وأن يكون هذا التفعيل بعيدا عن أي يطار سياسي أعتقد أنها مثل أي محكمة أخرى يمكن أن يلعب فيها الدور السياسي شيئا ما إذا أراد لها ذلك ولكن يمكن أن تكون موضوعية ومستقلة والشعب الموريتاني يعلق عليها مال كثيرة ويتمنى أن تبتعد عن السياسة وأن تبقى في إطارها التشريعي الجنائي القانوني فقط بعيدا عن تصفية الحسابات لأن تصفية الحسابات لا تخدموا أحدا ولا يريدوا أحد عودة إلى المحور الرئيسي في هذا الملف وعودة أيضا إلى الشيخ حمدي الحديث عن تأخير الحزب الحاكم في تسمية مرشحي لهذه المحكمة كيف ترى هل هو نائب النفس عن التسييس أم أن هناك أهدف أخرى شكرا جزيلا فقط بالبداية ورحب بضيفكم الكريم الأستاذ أحمد أبو المعالي تكملة للجلس الأول من الحوار فيما يتعلق بهيكلة هذه المحكمة وفقط أشير إلى أن الطابع السياسي لهذه المحكمة ليس بعيدا باعتبار أن مفهوم جريمة الخيانة العظمى يرتبط إلى حد كبير لدى بعض المتابعين وبعض المراقبين القانونيين بجرائم سياسية ترتبط بأمن الدولة بشكل عام ثانيا أن هيكلة المحكمة هناك هيئات أخرى ترتبط بهذه المحكمة هناك هيئة تحقيق تتكون من ثلاث قضاءات من قضاءة المحكمة العليا يتم تعيينهم من طلب الجمعية العامة للمحكمة العليا كل سنة وخلفين لهؤلاء القضاءات الثلاث بالإضافة لذلك أيضا هناك دور الجمعية الوطنية التي تقوم بدور الاتهام بإضافة إلى دور الإدعاء العام وبالتالي يمكن أن نتحدث عن خليط لهذه المحكمة بين طبيعة القضائية والتشريعية السياسية إلى حد ما فيما يتعلق بما أثير عن عدم تقديم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لمرشحيه لمقاعد هذه المحكمة أولا أعتقد أن السؤال يجب أن يوجه أولا لهذه الحزب لكن لا أعتقد أن هناك إشكالا قانونيا حتى الآن لأنه من المعلومة أن مهلة إداع الترشحات تنتهي 24 ساعة قبل الاقتراع ويوم الاقتراع لما يحدث حتى الآن وبالتالي ما زال حزب الاتحاد الجمهورية كغلية للحزاب السياسية ما زال هناك فصحة من الوقت من أجل تقديم المرشحيه صحيح إذن منه أكشوت الشيخ حمدي خبير الشؤون الدستورية والقانونية يمتد الأجل حسب المادة 100 إلى 24 ساعة قبل الاقتراع فقط أشكرك سيد الشيخ حمدي خبير الشؤون الدستورية والقانونية أشكر أيضا سيد أحمد أبو المعالي الكاتب والمحل الأسياسي ضيفانا من نوعك شؤون أهلا شكرا لك